أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب عزتم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل أما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك يطغي علا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين عادوا والصابعون والنصارى ومن آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأم صديقة ويستغفرونه كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبيل لهم الآيات ثم انظر أن ما يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك هو الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد قل الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقبر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا عملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك الله وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعامهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مركا لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زيد للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا لا أبدل قل ما يكون لي أن أبدله يا تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعاطلون فمن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماعة ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون أما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون ويقولون لولا أنزل علي آية من ربه فقل إنما الغيب لله فمتظروا إني ما كن من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكروا في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لعودين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما آجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إلا ما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها إذا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغبئ الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عادتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله أعلم ما تفعلون وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنْ كَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِي أَرْضَى مِنْ أُمَّةٌ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيْنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءُ اللَّهُ لَجْعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَكِي يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَكِي يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنْ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمْنًا قَلِيلًا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا وأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر نوثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزبهم بما لديهم فرحون فذروا في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوب في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأون لا تجأوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول عمجاءهم ما لم يأتي عباءهم الأولين أفلم يدبر القول عمجاءهم ما لم يأتي عباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون بي جنة بل جاهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من طر للجوا في طغيانهم يعممون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السماو والأبصار والأفئده قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولده وما كان معه من إله أما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق قال على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما عالم الغيب والشهادة فتعالى عما عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ شِئْنَا لَا أَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأْمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ وَلَوْ شِئْنَا لَا أَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأْمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا وَعَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا وَذَخَرُوا سُجَّةً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَلِ الْمَطَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَبَعًا وَمِنْمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ أُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ لا يستعول أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَوْمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وأما الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّ مَا أَرَادُوا وَنْ يَخُرُجُوا بِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وأما الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّ مَا أَرَادُوا وَنْ يَخُرُجُوا بِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا أَقِيلَ لَمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّذَنَادُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم عمة يهدون بأمرنا لما صبروه وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات ما فلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فعارض عنهم وانتظر إنهم متظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشاة الليل هي أشد وطا وقوى مقيلا إن لك في النهار سباحا طبيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا واذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا واذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا رسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما رسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفا وثلثا وطرفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علما سيكون منكم مرضى آخرون آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا وعيد الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم